أهلا بكم مرة تانية عودة من جديد لحلقة النهاردة من عشرة الصبح في الأهلي طيب زملتنا العزيزة مننا إبراهيم موجودة حاليا في النادي الأهلي فرع الجزيرة عشان تعرفنا آخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بكل الفرق الرياضية في النادي الأهلي منا صباح الفل عليك تفضلي احنا سمعينك يا صباح الخير عليك يا كريم بصبح عليك أنا هوندو على كل مشاهدي متابعة شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان يوم جديد من عشرة الصبح في الأهلي وأخبار رياضية كمان أهلوية جديدة في بداية الأسبوع لكن في الأول خلوني أبارك طبعا لكل جمهور النادي الأهلي بفوز الفريق الأول لكرة القدم أمس أمام المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين وبكده يكون ارتفع رصيد النادي الأهلي أو نقاط النادي الأهلي الأربع نقاط يحتل بيهم المركز الثاني بعد سونداونز اللي عنده سبع نقاط دلوقتي مباراة بيرميدز هي المباراة أو اللقاء القادم للنادي الأهلي في الدوري طبعا هتبقى يوم الثلاثة القادم لكن مستر بيتسو مسماني قرر أنه يدي اللعيبة النهاردة أجازة من التدريبات علشان يعودوا سريعا بكرا إن شاء الله للاستعادات لمباراة يوم الثلاثة مع بيرميدز طبعا مباراة مهمة بيرميدز دلوقتي متصدر الدوري بفارق نقطة على النادي الأهلي لكن الأهلي لي مباراة لست مؤجلة هيلعبها إن شاء الله بعد كده خلونا بقى ننتقل ونروح لباقي أخبار لنادي الأهلي وكل فرق الرياضية المختلفة وفريق سلت رجال النادي الأهلي طبعا بقيادة المدير الفني الأسباني مستر أوجاستي بوشو اللي لحد دلوقتي أول فترة دي بيعد لعبته بيجهزهم بشكل قوي من خلال المباريات الودية اللي بيجريها للفريق طبعا ده كله لي استعدادنا لربع نهائي كاس مصر أمام أصحاب الجياد يوم الثلاثة اللي جاي إن شاء الله آخر مباراة دي لعبها الفريق كانت انتهت لصالح النادي الأهلي مع نادي هيل يوبلس بنتيجة 57-83 يعني ده طبعا سكور حلو ونتيجة طبعا كويسة وقوية خاصة أنه الفريق فيه غيابات كتيرة سواء للعيبة الدولين اللي بيشاركوا مع منتخبنا الوطني فيه تصفيات كاس العالم اللي بتتلعب دلوقتي اللي منهم إيهاب أمين عمر الجندي وعمر زهران أو حتى للغيابات بسبب الإصابات واللي كان منها عمر طارق اللي أيضا أصيب في مبارات منتخبنا الوطني مع الاستنغال كان في الأول إتقال أنه عنده قطع في الغضروف الخارجي للرجبة ولكن بعد كده بعد الإشعاعات والفحصات الأخيرة أكدت إمبارح أو تأكدنا إمبارح أن إصابته هي بس كدمة قوية في الرجبة قدت إلى النزيف في المفصل وهتخلينا هو يغيب أسبوعين من دلوقتي في طبعا فترة إعداد قوي طبعا علشان يقدر يعود مرة تانية لصفوف نادي الأهلي وكمان منتخبنا الوطني لكن من الأخبار صر أن من يومين رجع تاني اللعب مروان صرحان ليلة صفوف فريق النادي الأهلي بعد غياب إصابته عشر تيام بسبب كسر فيه أسبوعين اليد كمان النهاردة عبدالله ناصر هيعود للتدريبات الجماعية مرة تانية مع الفريق بعد إصابته في الفترة المضاية واستكمالا لأخبار الفرق الرياضية وألعاب الصلاة ورجال كرة التايرة المسترز أو خلوني أقول أصحاب الأرقام القياسية اللي لعب الحدد الوقتي تسعتاشر مباراة في دوري هذا الموسم ومخسروش بولا شوت لحد دلوقتي النهاردة عندهم مباراة مهمة مع نادي هليوبلس الساعة أربعة لصالة برج العرب بمدينة الأسكندرية يعني وخلوني أفكركم من الأهلي الحدد الوقتي في منافسات الدور النهائي من بطولة الدوري فاز في الفترة الأخيرة على نادي سموحة والطيران والاتحاد وجدوا المباراة الأهلي للفترة اللي جاية بعد مباراة هليوبلس اليوم هيبقى يوم الاتنين مع بيترو جات يوم السبت مع نادي الجيش ويوم الحد مع نادي الزمالك ومن رجال الطايرة ليه سيدات كرة الطايرة كمان طبعا فتاة الزهب الحقق ويوم الجمعة الماضية فوز على نادي سموحة بنتيجة تلت أشوات مقابل لا شيء وجاءت نتيجة الأشوات خمسة وعشرين حداشر خمسة وعشرين حداشر وخمسة وعشرين أربعة عشر وبكده يبقى نتيجة ارتفع رصيد فتيات الزهب إلى النقطة سبعة وخمسين وتصدروا بيها طبعا الدوري الحدد للوقت يلعبوا 19 مباراة وبكرة هتبقى الجولة رقم عشرين أو المباراة العشرين في هذا الموسم هتكون مع نادي سبويتنج النهاردة الفتيات الزهب طبعا بيستعدوا أو عندهم بروفة أخيرة من خلال التدريب بيستعدنا لمباراة سبويتنج غدا إن شاء الله طبعا كل التوفيق ليهم خلوا نقول لكم أن الجدير بذكر كمان أنه فريق أو فتيات الزهب هم حاملين لقب يعني حاملين لقب البطولة دي الموسم الماضي آخر حاجة عايزة أقولها لكم كمان أنه رسميا كان إن بارح الاتحاد الأفريقي لكرة الطايرة أعلن عن مدة أو إقامة بطولة أفريقيا لكرة الطايرة للأندية واللي هتكون في الفترة ما بين 28 إبريل حتى 7 مايو القادم في دولة مدغشكر وفي حالة اعتذار دولة مدغشكر عن إقامة البطولة أو تنظيم البطولة هيبقى البديل لها مصر يعني دي نهواندو يا كريم كانت كل أخبارنا من داخل المقر الرئيسي بالنهيز الأهلي بالجزيرة وأنا موجودة معاكم لو في أي أسئلة تانية العودة إليكم مرة تانية في الستوديو تفضل ماكيش غير كل الشكر لي كيزميرتنا العزيزة من إبراهيم على هذه التغطية المميزة ودروقتي بقى نروح مع حضراتكم إلى الصحافة الرياضية